اشتركوا في القناة وبشكر كل شخص علق تعليقات بالامس او غبلو او غبلو شجعني او حاول يدعمني بنشر الفيديوهات واستقطاب عدد من المتابعين وبرحب بكل المتابعين الجدد طبعا القدامى دائما مرحب فيهم هذولا اصدقائي واحبتي والجدد نفس الشيء وان شاء الله اني اكون عند حسن ظن الجميع دائما ويبل ما اكون عند حسن ظنكو عند حسن ظن الله فيه وزي ما شفتوا اليوم انتقلنا مرحلة جديدة وهي مرحلة تصلح للجميع بكل الطوائف والديانات السماوية هي مرحلة المناجاة او الدعاء او في بعض الديانات اسمها الصلاة وباللغة العربية معنى الصلاة هي الدعاء واختياري لهذا اليوم اللي هو يوم الخميس وليلة الخميس على جمعة ليلة معروفة لقدسيتها واسأل الله انه ربنا ينفعكو وينفعني وينفع المسلمين وغير المسلمين من هذا الدعاء وينور صدوركو وبصيرتكو اما بالنسبة لسؤالنا لهذا اليوم فانا رح اجاوب بس عن سؤال واحد عشان احنا ما نستغرق وقت طويل في الحلقة هو ما يسمى عند البعض علم او فن قراءة الفنجان واللي حاب قبل ما ندخل في جواب السؤال انه يسمع بس برجه كل برج محطوط عليه اشارة بتحدد البرج بامكانه يروح يسمع برجه ويكتفي واللي حاب يستمع ويستفيد من المعلومات ان كانت الاسئلة او ان كان المعلومات الفلكية بكمل معانا اولا الاجابة على السؤال الفنجان قديما كان علم وبعدين تحول الى فن وبعدين تحول الى خزعبلات وناس ادخلت في الفنجان وهو الطبق وصار يحطه في زيت وصار يحطه في مي والكل بيشتغل بنفس الطريقة هي كشف الغيب او جلب بعض المعلومات الغيبية واخبار الشخص فيها طيب ننا نجي اول اشي على الفنجان ايش اصله عشان احنا نعرف ايش هو هذا العلم فاسم الفنجان نقسمه من النص نقسم الكلمة من النص فبتصير عندنا اسمها فن جان فن الجان اعتقد انه هيك الاسم دل على معنى الموضوع والاجاب اللي انا رح احكيها كانوا في القديم اشخاص معينين يتعلموا علوم روحانية معينة يبدأوا في بداية مراحل علمهم الروحاني بانهم يتلقوا شيء اسم الكشف في الفنجان وهو فن الجان وهي ابسط واسهل طريق التواصل ما بين عالم غيبي وعالم مادي وعالم الجان وعالمنا وكانوا يطلقوا الرسائل والاشارات والرموز ويتعلموها من الجان او من الخادم اللي بخدم الفنجان ويعطيه معنى للرموز اللي هو رح يرسمها بالفنجان للشخص اللي بسأل السؤال او اللي جالس امام قارئ الفنجان فاذا الرموز هادي مرتبطة ما بين شخصين شخص يتصل في الجان والجن اللي يتصل في هذا الانسان اللي هو القارئ وطبعا هذا العلم له ابعاد كثيرة في الامور الروحانية معلومات باخدها من القرين معلومات باخدها من اكثر من جهة وبدونها هو وبيعلق عليها بالطريقة اللي بتناسب بالشخص اللي امامه وممكن يجلب بعض الاخبار عنش اشياء ممكن انها بدها تصير معاه او تحاك الو بالخفاء فيرسمها بالفنجان للتحذير فيصبح قارئ الفنجان هذا شيء له مهابي خاصة وهو بالاصل علم بسيط جدا ولكن الان تقريبا منقدر نقول انه هذا العلم محصور في اشخاص معينين مش الاشخاص اللي بيطلعوا على اليوتيوب ولا هذا اللي بتعلم هذا العلم بيقدر يطلع فيه على اليوتيوب عشان يحكي فيه او انه يحكي عن العلم او يشرحه كعلم اواته وطبيعة الحال بما انه الناس ابعدت كل البعد عن العلوم الصحيحة خصوصا في العلوم الروحانية فكلهم دخلوا في مجال الخطأ كلهم مش جزء منهم كلهم دخلوا في مجال الخطأ وضلوا وضللوا الناس وآذوا نفسهم وآذوا اهل بيتهم وكل قراءة فنجان الها وقت معين وجو معين طبيعة في الجو يعني بمعنى اخر اذا كان في مروحة شغالي في البيت ما بصلح قراءة الفنجان اذا كان في رياح في خارج البيت لا تصلح قراءة الفنجان اذا كان في دخان مهما كان نوعه حتى لو كان بخور لا تصلح قراءة الفنجان والطهارة وغير 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 الها 100 1000 شرط وشرط عشان انت توصل لمرحلة القراءة الصحيحة فعشان هيك بنقول انه قراءة الفنجان بالاغلب في الوقت الحالي هي غير صحيحة ومن يمتلكها يعتبر هذا الامر سر ارجو انها تكون وضحة الصورة واي تساؤل كتبوا ليها تحت واحنا رح نحكي عنه ونشرحه بطريقة بسيطة جدا وان شاء الله انو نوصل المعلومة للجميع وصلنا الان لا توقعتنا اليومية بالنسبة للقمر اليوم رح يكون موجود في منزلة المنزلة هاي ما رح تكون سعيدة وهي منزلة الزباني هذه المنزلة لا تصلح الا للفساد والقطع والقطيعة والمشاكل وطبيعة التكوين انو اليوم برضو رح يكون في خلو مسار لانو القمر رح يدخل في مرحلة خلو المسار ورح ينتقل للعقرب فاحنا اليوم رح يكون عنا تنبيهات كثيرة وخصوصا انو كل الزوايا اللي رح تتشكل ما قبل خلو المسار هي زوايا تربيع وزوايا التربيع زوايا نحسة مش ايجابية فعشان هيك اليوم بدنا نكون حذرين في كل شيء احنا رح نعمله القمر لما بكون موجود في الميزان وحكينا القمر لما بكون في الميزان بتصير الفترة هاي افضل فترة للعواطف ولتعزيز او صار العلاقة العاطفية خصوصا مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر نكون اجتماعيين من ميل للاسترخاء اكثر بجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن بتلعب الغير دور في علاقاتهم وممكن العلاقات الضعيفة او الغير مستقرة انها تنتهي وتفشل في هاي الفترة بننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام باي مشروع مشترك برضو بامكاننا في الفترة هاي اقامة حفلات واعادة تزيين البيت او المكاتب او اقتناء حاجيات جميلة يوم امس له الخميس حكينا انه كوكب عطارد رح ينتقل من الجدي لدى له الساعة ستة ونص بتوقيت جرينيش وكوكب عطارد لما بنتقل في فترة انتقاله بكون ضعيف ولكن دخوله للبرج بكون ممتاز جدا لانه بمنح طاقة عالية جدا للبرج وبصير صاحب البرج هاد عنده طاقة فكرية عالية جدا وسرعة بديها عالية جدا بتزيد قوة الفكر عنده والادراك بصير عنده قدرة عالية جدا على اقناع الغير برأيه ووجهة نظره بينشطه في الدراسة والسفر والاتصالات وبستفيد معهم كل اصحاب الابراج الهوائية والابراج النارية ومنضيف على الابراج الهوائية او منركز في الابراج الهوائية على الجوزاء تحديدا ومنركز على العذراء لانه وكوكبهم هذول اكثر ناس رح يستفيدوا من هذا الانتقال اما الابراج الهوائية اللي رح تستفيد من هذا الموضوع هي الجوزاء ميزان والدلو طبعا والابراج النارية اللي رح تستفيد اللي هي الحمل والاسد والقوس وكل شخص تواجد عنده كوكب عطارد يساعد ولادته في برج الدلو بالنسبة لتأثيرات هذا الانتقال ذكرناها بالامس ولكن بدنا نمر عليها سريعا للي مع سموا حلقة الامس عشان يكون عندهم معلومة انه ايش التأثير الاجابي اللي رح يستفيدوا منه من نقلة عطارد الحمل بيميل لتبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء الثور افكارهم بتفيدهم في العلاقات مع المسؤولين في مجال العمل الجوزاء بنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة وبيستفيد الطلاب الاكاديميين في دراستهم بالنسبة لبرج السرطان تنصب افكارهم حول ضبط امورهم المالية المشتركة الاسد بتبادل الاراء والافكار مع الشركاء العمل والعاطفة العذراء بتفيدهم افكارهم مع الزملاء في العمل الميزان بيمارس ونشاط ادبي او انهم ممكن يحثوا اولادهم على الدراسة بكون عندهم نشاط قوي العقرب بتنصب افكارهم حول شؤونهم العقارية والبيتية والعائلية القوس بيستفيد الطلاب الابتدائي والثانوي من الدراسة والمطالعة وممارسة هواية وبعد موليد هذا البرج ممكن انهم يشتروا سيارات برج الجدي بتنصب افكارهم حول افضل السبل لكسب المال ادلوا قوة الفكر والادراك والقدرة على اقناع الغير باراءهم وبينشطوا في الدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات اما برج الحوت بيبدأوا اهتمامهم في الامور الغيبية اول زاوية رح تتشكل هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبلوتو وهي الزاوية رح تكون الساعة ستة وستعشر دقيقة صباحا تدفع بعض الاشخاص الى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين خصوصا الناس اللي بكونوا حواليهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما الزاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر وزحل في تمام الساعة ستة وستة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيش صباحا من واجه مصاعب عراقيل بتطلب منا انه نبدو الجهد اكبر لنتغلب عليها بانفسنا وفي هاي الفترة ما منفضل انكو تعتمدوا على الحظوظ في بعض الاشخاص رح يفتقروا لبعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم بلجأوا للهروب الى الماضي بدل مواجهة الحاضر اما الزاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبية بين القمر والشمس في تمام الساعة 12.58 دقيقة بتوقيت جرينيش عصرا بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بين صراع بين المشاعر والافكار وبتسبب هاي الامور انعكاس سلبي على علاقتنا مع الاخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بصير فيه خلوم مسار يعني من الساعة 15.58 بتوقيت جرينيش يعني بتوقيت الاردن الساعة 22.58 يعني الساعة ثلاثة عصرا بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى تمام الساعة السادسة 19 دقيقة بتوقيت جرينيش يعني حلقة بكرة رح نبثها وخلو المسار قائم فترة خلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل الذي بدأنا به قبل خلو المسار ساعة ساعة 19 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بصير القمر استقر في برج العقرب وبكرة إن شاء الله نحكي عن الزوايا ومنحكي عن تأثيرات القمر لما يكون موجود في العقرب على جميع الأبراج بالنسبة للقمر لما يكون موجود في برج العقرب بيكون خلو المسار القادم يوم 19 1 بيبدأ خلو المسار ساعة 9 و21 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش وبستمر حتى الساعة العاشرة و40 دقيقة بتوقيت جرينيش مساء لينتقل بعدها القمر لبرج القوس عمر القمر طبعا القمر حكينا هو المربع الأخير يعني وصل لمرحلة الربع عمره 21 يوم في تمام الساعة 9 ونص مساء يعني بعد الحلقة تقريبا بقى كم ساعة بيصير عمر القمر 22 يوم نسبة الإضاءة بتكون 50% بالنسبة لمزاج الكواكب طبعا الشمس رح تظل موجودة في الجدي لغاية يوم 21 مزاجه منتحس القمر في الميزان ورح ينتقل للعقرب في ساعات المساء ورح يفضل في العقرب ليوم 19 1 مزاجه منتحس عطارد في الدلو حتى يوم 3 2 مزاجه منتحس الزهرة في الحوت حتى 7 2 مزاجه سعيد المريخ في القوس حتى 16 2 مزاجه منتحس المشتري في الجدي حتى 14 5 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج ومعنى ممتزج هو يتقلب طول النهار بين سعيد ومنتحس سعيد ومنتحس فما منقدر نكتب طول اليوم اي ساعة رح يكون سعيد واي ساعة رح يكون منتحس فاحنا منحكي ممتزج يعني بمعنى اخر انه بظل بين ايجابي وبين سلبي طول اليوم زحل في الجدي حتى يوم 11 5 وبعدين بيبدأ في عملية التراجع مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى 15 8 بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى 23 6 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى 25 4 وبعدين بيبدأ في عملية التراجع مزاجه ممتزج وحكينا ممتزج يعني يتقلب طول النهار بين النحوس وبين السعادة وصلنا للتوقعات اليومية لجميع الابراج برج الحمل يعني يوم اخر بتقدر انك انت تعمل في اي اشي مشترك بينك وبين اي حد يساعدك او تساعده لتنفيذ امر معين تقدر في هذا اليوم انه توقع على عقد او اتمام خطبة او زفاف ولكن يبل ساعات العصر لانه في ساعات العصر بصير في خلوم مصار وعن توقيع العقود بما انه اليوم في كثير من الزوايا السلبية بدك تدقق في جميع التفاصيل والبنود قبل ما توقع على العقد في بعض التأثيرات السلبية وممكن انها تكون متاعب عائلية او مهنية اهم اشي انك خلال هذا النهار ما ترتج المواقف وبدك تتجنب الانتقادات خصوصا في مجال العمل برج الثور بتراكم العمل عندكم لكن ممكن انك تلاقوا شوي التعاون او بعض التعاون من بعض الزملاء يساعدوكم في انهاء هذا العمل او تعتمدوا عليهم انهم يكملوا عملكم بالنيابة عنكم اهم اشي انك تنتبهوا لصحتكم بشكل اكبر اتحاولوا تتحركوا حتى لو ربع ساعة او نص ساعة ماشي على الاقدام اهم اشي عملك ما تتأخر وما تلتفي لانه برضو العيون ممكن تكون مركزة عليك اكثر صحيح انه الانشغالات كثيرة وممكن انك ما تنجح في اتمامها ولكن اذا نظمت وقتك وما قصرت وما تأخرت بتنجزها ان شاء الله برج الجوزاء يعني بتكون عندكم اليوم رغبة اكبر للتقرب من احبائكو او لقاءات عاطفية او امور تتعلق بالحب او التفاهم او تعزيز العلاقات يوم يوم مناسب لممارسة اي نشاط مهما كان فني ادبي ترفيه رحلة هاي فترة استثنائية ورائعة بابتسم بابتسم لصحتك او اهم او اهم او اهم او اهم انك انت انت ما تكون عصري وما تكون عصري وما تكون بدك تفرض رأيك بس حاول انك تأخذ وتعطي عشان تصلوا لحل يكون منصف للطرفين ممكن انك تضطروا خلال هذا النهار بموضوع التصليحات المنزلية او شراء بعض القطع للبيت وممكن بعضكو يقلق بشأن صحة احد افراد العائلة وممكن يكون فيه مسألة شخصية داخلية او مصاريف اضافية كل الضغوط هاي بتظل ساعة المساء وبعدين بتلاقي انه فيه اشي تغير بشكل واضح جدا مليء بالحضوض ومليء بالعاطفة برج الاسد بتنشطوا خلال هذا النهار اكثر من الامس في موضوع التحركات والاتصالات والدراسات ممكن يكون بعضكو عنده امتحانات ينجزها ويطلع بنتيجة رائعة بتعزز العلاقة مع اخ او مع جار في ناس بقول لي لا ما هو انت بتحكي عن يوم الجمعة في دول بداوموا جمعة وسبتوا عطلتهم بتكون الاحد ممكن انك تستوع بالظروف بكل مقاييسها خلال هذا النهار بتتكيف معها بسهولة هاي فترة ممتازة للتواصل البناء مع الاخرين وممكن انك ترجع تنشط علاقة مع صديق قديم او تتواصل مع صديق قديم خلال هذا النهار تتمتع بنشاط ذهني بسمح لك انه تكون في مكان المنافس القوية اهم اشي انك انت ما تضيع الفرص خصوصا قبل المساء برج العضراء يعني لسه الفرص المالية او المكاسب المالية لسه موجودة ممكن اذا ما حققتها بالامس اليوم انك تحققها ولكن على الاغلب هاي الفرص رح تيجي من عمل اضافي في منك وناس رح يحصلوا على هدية او على جائزة وممكن تكريم تتركز الامور على امور مالية بحتة خلال هذا النهار ممكن يصيبك بعض القلق بعملية الجدول للفواتير او الحسابات او الاهتمام المالي او المصرفي قصوصا في قضية يا اما طبية يا اما استشفائية طارئة اهم اشي اذا فيه عقود او معاملات بدك يتناقشها بشكل اداري وتتأنى والدقق في التفاصيل منغن ترغب في مساعدة شخص معين يعني بتكون هاي مبادرة ممتازة برج الميزان ثقتك بنفسك كبيرة تنجح في الدفع بمصالحك على تقريبا كافة الاصعد او بكافة المجالات شعبيتك خلال هذا النهار بتكون طاغية الجميع بيهتم فيكو والجميع بيحاول يتواصل معاكو هذا النهار بيحمل نوع من الانجازات او التطورات اللافتة اهم اشي انك ما تهمل اي شيء انت بدك وكرر المحاولة اكثر من مرة لحديث ما يتحقق ممكن يبتسم لك الحظ ما بتعرف يعني ولكن كون انت بذلت جهدك وقدمت اللي عليك ممكن تهتم بموضوع استعادة موقع معين او مكانة معينة وممكن تتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره برج العقرب يعني التعب لسه مسيطر ورح يظل مسيطر طيلة النهار رح يكون في نوع من انواع الملل مسيطر عليكو ما في نفس العمل اي شيء حابين انه تظلوا مرتاحين او ترتاحوا او تنعزلوا عن الناس خلال هذا النهار في ناس انه بحاولوا ينجزوا بس الاشياء الروتينية المطلوبة منهم واحنا بنحكي لبعض الاشخاص انه اذا اجاك عمل طارق بس هو اللي اعمل فيه ممكن يصير فيه انواع من سوء التفاهم بينكو بين اي شخص تتعاملوا معاه بشكل مباشر اللي عنده معاملة او عنده مقابلة ممكن تلتغى او تتأخر خلال هذا النهار يعني فترة سلبية انا ما بدي احبطكو لكن في ساعات المساء بتنقلب كل هذا الاشي اللي احنا حكنا بنقلب مرة وحدة لانه القمر رح يصير موجود عندكو فكل شيء رح يصير لصالحكو بشكل قوي جدا وببدأ كل التعب هذا يختفي وبدعم فيكو نشاط بشكل مفاجئ وعندكو حب للتحرك بشكل كبير بخلال هذا المساء برج القوس يعني ما زال هذا النهار بيحمل فرص للنشاط الاجتماعي ولقاء الاصدقاء وتعاونهم معكو او تعاونكو معهم ممكن اي شخص منكو يتلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة او يدعي اشخاص لعنده او شخص يتصل فيهم انه بدي يجي عندهم الزيارة وكونوا سعيدين جدا في زيارة هذا الشخص بدكو تتجنب العناد وبدك تحاول انك تكون اكثر انفتاح على الاراء وعلى مواقف الاخرين اهم اش انك ما تتكاسل مبادر في تصحيح الاخطاء واستعادة موقعك ما بيناسبك خلال النهار انك تكون وحيد ولكن من ساعات المساء تتلاش الطاقة وبصبح الاجواء ضاغطة لان القمر بيصير موجود في العقرب في بيت متاعبك فحاول تنجز كل امورك في فترة النهار برج الجدي يعني يوم ما زال جيد للي ببحث عن عمل او برغب في ادخال تغيير على طبيعة عمله ممكن المسؤولين اللي انتو بتشتغلوا معاهم ينتبهو لكو اكثر او يركزوا عليكو بشكل اكبر تقريبا توقعاتكو هي نفس توقعات الامس نفس اللي تكرر يعني نفس الشيء رح يتكرر يومين هدول اهم انك انت تبدل افضل ما عندك ما تتهرب من المسؤوليات المكلئ لك او من اداء الواجب لانه ممكن اي تأخير او تأجيل او هذا يضر بمصالحك يعني اللي انا بقدر اقول لك هي خلال هذا النهار انه استثمر كل الفرص الجيدة عشان تحقق من خلال ها انجازات برج الدلو يعني هذا اليوم ممتاز جدا لا مقابلة لا امتحان لا سفر لا تقديم لا فيزا لا هجرة لا سفارة تغيير مجال دراستك دراست شيء جديد مراسلة اي شخص خارج البلاد اللي انت عايش فيها لطلب مشورته او معونته كل هذا بتركز عليك خلال هذا النهار بس اهمش انك ما تستسلم وكرر المحاولة وتابر حتى تصل لهدفك يعتبر النهار هذا من افضل ايام خلال هذا الشهر بترتفع فيه حظوظك وممكن انك انت تووم اليوم هيك يجيع بالك تطلع رحلة او تشارك في احتفال او تناقش موضوع معين كل الابواب مفتوحة للك ولكن بدك تعرف انه الشمس اللي موجود في بيت في بيت متاعبك لسه ضغط عليك يعني حاول انك ما تكون عصبي وتتزمد في رأيك برج الحوت يعني كل الامور المالية المشتركة هي اللي بتركز عليها خلال هذا النهار والفرص بتكون متاحة لمكسب مالي يعني يمكن مصدر يكون اكثر بالاغلب هو شراكة او تعويض اهم اشي انك تظلوا مراقبين صحتكم ممكن تناقشوا موضوع الوعلاقة بالتمويل او بالقروض خلال هذا النهار ممكن تناقشوا مواضيع مهمة وممكن تعيش فترة امتحان صعب اهم اشي انك خلال هذا النهار تعالج الشؤون الادارية بدقة وبشكل خاص الملفات الاستشفائية والمالية حاولوا تمشوا هذا النهار بطريقة الدع يعني نمشيها بروتينها لا غاية المساء وبعدين في المساء بتنقلب المعطيات بشكل مفاجئ جدا وبكون مفاجئات سارة بالنسبة للك وفي انجازات ستتحقق من ساعات المساء هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم بشكركم على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء